ماشي إحنا اللي اتنين بنحب بعض لكن فيه ثقافات إحنا هنقف بنصد في بعض مش هنعرف نتعامل عشان هنا محتاجين بقى نفهم إن الحب عمود مهم جدا في العلاقة الزوجية أو في اختيار الشريك الحياة ولكن ليس الأهم فيه عمدان تانية جدا مهمة هي لتقويم البيت ده زي التأدير زي الاحترام زي الثقافة المتبادلة زي الود زي المحبة حاجات كتيرة قوي فالحب الواحد ولا يكفي أصلا فيه دراسة علمية لو أنا فاكر صحي بتقول إن الحب في الغالب بينتهي بعد 18 شهر من بداية العلاقة وبعد كده بتولد بقى حب من نوع تاني اللي هو حب العشرة والمواد والمواقف اللي بنتعرض لها وقف جنبي وقفت جنبي كنا سابرت بعض لما تعبت لما مش عارف حصل إيه فده بيخلق نوع مختلف من حب لكن الحب الأفلاطوني بتاع بداية العلاقات في الغالب 18 شهر وبيختفي فأنت محتاج وإنت أصلا بتفاكنك ترتبط تبقى عارف أن اللي أنت مبسوط ومبهور بي دلوقتي مش هو اللي هيحصل قدام كمان من الحاجات المهمة قوي تلاقي ست لما بتيجي تتجوز هي عايزة تتجوز عشان تهرب من بيت بابها فمتخيلة بقى أن الجواز هو الحرية المطلقة ومفيش مسؤوليات وخروج وصفر ودبديب وحب ممكن يبقى فيه أجزاء منه كده فيه لحظات حلوة بنسرقها من الحياة لكن مش كل الحياة هتبقى رفاهية لو أنت حاسة بمسؤولية وضغط في بيت أهلك فتحطي بقى عليها مية ضعفة لما تتجوزي لأن أنت هتبقى مسؤولة بقى عن البيت كامل صح لأنه بيبقى صح ممكن بيبقى حالة هروب من البيت أنا خلاص بابايا ومامتي بتخنقوا كتير مع بعض وصطم عالي وطول الوقت فيه عنف في البيت فأنا عايزة أتجوزه خلاص أنا عايزة أتفشم البنت فأنا عايزة أتجوز فدي برضو حالة من أسوأ الحالات الجواز تاني حالة أنا صحابي كلهم اتجوزوا وأنا لسا ما اتجوزتش فأنا شكلي وحش قدام أهلي قدام صحابي وقدام الناس فلأ لما باجي أخرج مع صحابي بحس بالإحراج فأنا هتجوزه خلاص أي واحد يجيلي فأنا من غير ما أفكر من غير ما أسأل من غير ما حتى أعمل له تستاذ في الحياة فده تاني هدف برضو من الجواز إن أنا أتجوز عشان أنا أتأخر إن أنا أكبرت فأنا لازم أتجوز بقى خلاص ما فيش وقت إن أنا أختار وأقيم تالت حاجة أنا أتجوز عشان أعمل فرح وأتصور سالفي وأعمل يعني تقوس الجواز اللي أنا بشوفها على سوشال ميديا بزبط وده أنا بتخضي لما بلاقي بنات بتتكلم كده بس للأسف لسه عندنا بنات بتتجوز عشان تعمل فرح وتلبس الفسان اللي هي بتشوفه واصحابها ومعرفش أصحاب العروسة وتصوير أنا بشوف بنات بتعمل فرح عشان تتصور وده أبدأ لإيه بقى المركزي للتعبئة والإحصاء لسه مطلع إحصائية خطيرة جدا أن معدل حالات الخلع والطلع زادت بنسبة 83% في 2023 دي نسبة مرعبة وده رقم كارسي وأعمارهم من 25% لل30% هم لا شافوا حياة ولا لسه اتعرض المواقف حياة قوية ولا بدأوا يشوفوا معاناة حقيقة زي الأجيال اللي قبلها عشتهم فالنهاردة الناس أسهل حاجة عندها رأس ما أنا اتجوزت والبسة فرح اللي بعده اتجوزت وخلفت وده كان التارجيت من الجوازة اللي بعده الراجل يتجوز لا مش هي دي لأنا عايزها عشان هي ما يتغيرش زي ما أنا عايز فخلاص طلقها وشوف اللي بعده أحيانا كمان لا برضو لما بيتأخر سن الجوازة عند الرجالة لما هي زي الستات زي الرجالة بيكسر مثلا الاربعين بيكسر خمسة واربعين فيقولك ايه أنا هتجوز عشان أخلف يعني هو التارجيت هدف الجوازة كلها انه هو يتجوز بس الست دي عشان يخلف منه لكن فكر في انه يظلمها فكر انه يسيبها فكر انه بيحبها ولا لا ولا هتقع يعيش معها حياة شكلها ايه لا ففيه أهداف كتير أول الجواز دي اللي بتخلي بعد كده حياتنا سواد